أثرت تهديد الإسرائيلي باشتياح رفح جنوبية قطاع غزة مخاوف أممية وعربية وقد تعالت الدعوات لتحرك عاجل من مجلس الأمن الدولي يحول دون اشتياح لاحتلال لمدينة رفح وبدوره حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحة في حال تم اشتياح محافظة رفح ومن جهتها قالت حركة حماس في بيان إن موقف الإدارة الأمريكية بعدم دعمها للهجوم على رفح لا يعفيها من المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا الهجوم وما سيترتب عنه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين العسل من جانبها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عبر منصة X قالت إن الهجوم الإسرائيلي العسكري المحتمل على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة وسط أهاليها الضعفاء المكشوفين تماما هو وصفة لكارثة وللتعليق ينضم إلينا مباشرة من أمام مستشفى أبو يوسف النجارة دكتور أحمد صوفي رئيس بلدية رفح دكتور أصوفي أحييك على الجزيرة مباشر وابتداء بوصفكم رئيس للبلدية احكي لنا صف لنا صورة رفح الآن في هذه اللحظات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمة الإسلامية الأمة العربية كل شعوب الحرة في هذا العالم كل صاحب ضمير حي نحن في الشهر الخامس للحرب المدمرة لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني حيث الآن يتم حشر مليون وأربعمائة ألف مواطن في مساحة لا تزيد عن عشرين كيلومتر مربع هي مساحة المنطقة الغربية من رفح وأجزاء صغيرة من باقي رفح هذا الكم الهائل من السكان وهذا الازدحام الشديد في هذه المنطقة الضيقة جدا وضعتنا أمام معساة إنسانية وكارثة بشرية حيث لا نستطيع تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من مياه ومن غذاء ومن كساء حيث يتواجد الآن المئات من العائلات في الشوارع وعلى الأرصفة بدون غطاء وبدون كساء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء هذه الكارثة الإنسانية للأسف تبث في القرن الواحد والعشرين تبث على الهواء مباشرة بالصوت والصورة والعالم يشهد والأمة العربية والإسلامية تشهد على ذلك ولا يحرك أحدا ساكنا لإيقاف هذه المجزرة ضد الشعب الفلسطيني دكتور صوفي عفوا للمقاطعة لكن نريد أن نقف معك على بعض المعلومات لنستوثق منها يعني أعداد النازحين في رفح كم كان عدد من يقطن رفح قبل الحرب والعدوان والآن في هذه اللحظة للعلم رفح كانت مدينة موحدة بشقيها الفلسطيني والمصري وبعد وضع الجدار العازل بين الشق الفلسطيني والشق المصري أصبحنا رفح الفلسطينية والتي بلغ عدد سكانها في العام 23 آخر إحصاء في شهر 6 الماضي 300 ألف نسمة ومساحة المدينة لا تتجاوز 30 كيلومتر مربع ومساحة المحافظة من الحدود الزائلة بإذن الله وحتى البحر ومن الحدود المصرية إلى حدود محافظة خان يونس لا تزيد عن 60 كيلومتر مربع منها الأراضي الزراعية ومنها الأراضي الحرجية والكثبان الرملية هذه المدينة مدينة في أقصى الجنوب الغربي من فلسطين تعاني أصلا من حصار دامة 17 عاما أثر كثيرا على البنية التحتية من الطرق والمباني والمرافق العامة وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي وكل ما تتطلبه الحضارة والإنسانية من عيش كريم لأي مواطن في هذا العالم كنا في عجز كبير قبل هذه الكارثة وكنا نعمل بتطوير هذه المدينة وإنفاذ المشاريع التطويرية فيها ولكننا الآن نناشد أن نحافظ على كرامة الإنسان وحياة الإنسان بمده بالماء الصالح للشرب وبالغذاء وبالكساء ماذا عن معبر رفح؟ ما عدد الشاحنات؟ شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا من معبر رفح دكتور عدد الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز الماء وعشرون شاحنة وهذه الشاحنات جزء منها يكون للمنظمات الدولية ومنظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وجزء يأتي للهلال الأحمر الفلسطيني وأغلب هذه الشاحنات والمساعدات ليست بالكمية الكافية وليست بالنوعية الكافية وهي لا تلبي سوى أقل من 10% من احتياجات أهلنا النازحين في قطاع غزة والكمية والكيفية لا تلبي أبدا ما نحتاجه يوميا يتجاوز الألف شاحنة يوميا وقلنا ونشدنا قبل أشهر بأننا نحتاج إلى دخول 500 شاحنة يوميا لتلبية الاحتجات الطارئة وكذلك سد العجز الناتج عن عدم دخول الشاحنات لفترة طويلة الحد الأدنى للشاحنات يجب أن يكون 500 شاحنة وأن تفتح جميع المعابر على مدار الساعة وتعمل 24 ساعة دكتور دعني أتحدث فقط عن معبر رفح تحديد معبر رفح قبل العدوان كم كانت عدد الشاحنات التي تدخل منه معبر رفح كان بشقيه المعبر المسافرين والمعبر التجاري كان المعبر التجاري المصري تدخل منه الشاحنات بما لا يقل عن 100 شاحنة والمعبر التجاري كرم أبو سالم الطرف الآخر كان يدخل منه أكثر من 650 شاحنة يوميا لا قدر الله إذا قام الاحتلال الإسرائيلي بعضوانه على رفح تحديدا والدخول البر لرفح في اعتقادك ما الذي سيحدث في هذه الحالة لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني في هذه البقعة الجغرافية الضيقة عندما نتحدث عن الكثافة السكانية للنازحين والمواطنين وكل القاطن قانطين في مدينة رفح نتحدث عن وجود 60 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد وهذه كثافة سكانية عالية جدا جدا وأي تدخل واجتياح بري لمدينة رفح سيكون هناك مجزرة كبيرة جدا ستكون هناك إبادة للجنس البشري ستكون هناك حمام دموي كبير جدا لأن لا يوجد أي متر فارغ في مدينة رفح كل مدينة رفح على جميع مساحتها بكدسة بالسكان كل البنايات كل الصلاة كل الساحات كل ما تتوقع يوجد به إنسان يوجد به كائن حي يتنفس هذه الأرض ليست فارغة وستكون هناك مجزرة كبيرة جدا لو تم اجتياح مدينة رفح في حالة هذا السيناريو الخطير هل في هذه الحالة من الممكن أن يفر الناس إلى مصر إلى سيناء اختراق هذه الحدود هل هذا متوقع هل هذا السيناريو متوقع أم لا أنا لا أضع سيناريوهات ولكن الأحداث هي التي ستصنع نفسها وأن الإنسان سينجو بنفسه وروحه وأولاده إلى أي مكان يكون فيه أمان له ولعائلته هل هناك أي حواجز أقيمت يعني حتى غير الصور الفاصل ما بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية أصوار أخرى أقيمت بشكل أو بآخر لمنع أي تضفق هل شاهدت ذلك دكتور أم لا تقوم السلطات المصرية بصيانة الجدار الفاصل بين فلسطين ومصر والقيام بتعزيز الحراسات هذا الأمر يخص الإخوة في مصر ونقدر لهم حرصهم على عدم تهجير أو القبول بتهجير القصري وتهجير أهالي فلسطين من أراضيهم حركة الأفراد الآن في معبر رفح من وإلى مصر تمشي تسير بشكل طبيعي حركة الأفراد والمسافرين لا تتم بشكل طبيعي ونحن نطالب ونناشد الحكومة المصرية بتسريع وتيرة الصفر عبر معبر رفح وخاصة تسهيل خروج الجرحى والمصابين لعلاجهم في المستشفيات المجاورة وخاصة المستشفيات المصرية القريبة من قطاع غزة شكرا جزيلا دكتور أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح كنت معي من أمام مستشفى أبيوسف النجار شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك